الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نور على نور الحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور الحمد لله على الإيمان والحمد لله على الإسلام والحمد لله على كل حال أيها الإخوة والأخوات الركن الخامس من أركان الإسلام هذا الركن العظيم الذي لا يستطيع أحدنا أن يؤديها هذه الفريضة لا يستطيع أحدنا أن يؤديها إلا في مكان معلوم وفي وقت وزمن معلوم الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا لا تستطيع أن تؤدي هذا الركن إلا في مكة المكرمة والوقت في ذي الحجة أما باقي الأركان تستطيع أن تؤديه سواء في البر أو في البحر أو في الجو تستطيع أن تؤديها في كل الأوقات وفي كل الأماكن ولكن الحج الركن الوحيد الذي لا نستطيع أن نؤديه إلا في مكة المكرمة وفي ذي الحجة فلذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة في سنة التاسعة من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة التاسعة من الهجرة والحجة المشهورة بحجة الوداع فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا في هذه الحجة الذي قال خذوا عني مناسككم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه ماذا يريد منا أحدنا عندما يذهب إلى الحج إلى هذه الفريضة العظيمة يرجع كيوم ولدته أمه فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي العظيم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله سبحانه وتعالى قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال الحج المبرور الحج المبرور هذه الفريضة العظيمة التي حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأدائها لمن استطاع إليه سبيلا فلذلك الحجاج والعمار هم وفد الله هم ضيوف الرحمن هم ضيوف رب العالمين دعاهم رب العالمين فأجابوه جاءوا إليه ثم فسألوه أي سألوا رب العالمين فأعطاهم الله سبحانه وتعالى فلذلك يقتنم هذا الأمر العظيم الحاج والمعتمر عندما يذهب إلى بيت الله الحرام إلى مكة وعندما يقف في صعيد عرفات في هذا الموطن العظيم موطن استجابة الدعاء سواء الطواف سواء مكة سواء الوقوف في صعيد عرفات يجب على المسلم أن يقتنم هذه الأمور وفي صعيد عرفات يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته الكرام ويقول ماذا أراد هؤلاء ماذا أراد هؤلاء في هذا الموطن العظيم فلذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى لأداء العمرة أو أداء الحج يجب أن يستشعر هذا الأمر العظيم أن هذا الأمر استفاء من الله سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى عندما يختار الله سبحانه وتعالى من مليار أكثر من مليار ونصف من المسلمين يختار مليون أو اثنين مليون من الناس ليكونوا حجاج بيته في كل عام فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فلذلك إذا اختارك الله سبحانه وتعالى منهم يجب عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقك واصطفاك واختارك سبحانه وتعالى أن تكون منهم والذي لم يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يكون من الحجاج أو من العمار يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله أن يوفقه أن يكون منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في صعيد عرفات ملبين أجمعين بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد